اشتركوا في القناة جنت الدنيا سهولا وجبالا وجدود ألمحوا الدهر على ذكرهم يطوي جناحيه جلالا بوركت صحراؤهم كم زخرت بالمرؤات رياحا ورمالا للغتنا المحبة ولتراثنا الاحترام أهلا بكم أهلا بكم من جديد أبناء طلاب الصف التاسع الأساسي في هذا اللقاء الذي نتابع فيه في وحدة من تراثنا التي احتوت على نصوص تراثية وسوف نقف بشيء من التفصيل على أجزاء هذه الوحدة ليكون ما سيقدمه الزملاء عونا لأبناء الطلاب سواء في مراجعات الذاتية أو لمن صادف أن تغيب عن حصة لظرف أو لآخر لتكون هذه اللقاءات الحوارية معينا ينضح منها أبناءنا الطلاب كل ما يمكن أن يفيدهم في بداية هذا اللقاء اسمحوا لي أن أرحب بزميلتي الكريمتين الآن سولاء النعسان المدرسة في تربية ريف دمشق والآن ساكاتي عبد النور المدرسة في تربية طرطوس كما يصرنا أن نتلقى الاتصالات على الأرقام التي ستظهر على الشاشة أو من خلال المتابعة المباشرة على صفحة تربية على الفيسبوك أهلا وسهلا بكما من جديد حب ذلك لنضع لأبناء الطلاب في جوء الوحدة العام ثم ندخل بشيء من التفصيل إلى محتويات هذه الوحدة نعم دكتور شكرا لك شكرا لهذه الاصطدافة الكريمة سنكون اليوم مع الوحدة الرابعة من تراثنا وهي تحوي على نصوص عدة هي تتألف من درس الاستماع حسن المكافأة لأبها الدين الأبشيهي وفيها ثلاثة نصوص أدبية من تراثنا طبعا شيام عربية لحاتم الطائي وذي رحيم لمعن أبن أوس والشاعر الصب الحصري القيرواني كما نعالج فيها درس من دروس البلاغة الخبر والإنشاء وثلاثة دروس في القواعد درس سلوب المدح والذن سلوب الشرط الجازم وغير الجازم ولدينا أيضا اقتران جواب الشرط بألفاء والجزم بشواب الطرب كما فيها درس مطالعة كتاب العقدي الفريد لدكتور أمجد الترابلسي وفيها إلقاء الكلمة وتعبير شفوي ننمي مهارة التعبير الشفوي لدى أبنائنا الطلاب ولدينا نصين إثرائيين الأول الربيع نص أدبي إثرائي لأبي تمام وحفظ اللسان وكتمان السر مطالعة إثرائية للجاحث تماما إذن هذه محتويات الوحدة ونراحظ أن كل هذه المحتويات هي من تراثنا تماما وكلنا قد توقفنا في لقاء سابق عند نص شيئة معربية نتابع عن من أننا سنقدم سلسلة من الحلقات حول هذه الوحدة فإن وجدنا أن هناك داعي قد نعود إلى نص مرة أخرى في حلقات سابقة لكن المتابعة لمبدأنا سوف نتابع مع نص شيئة معربية وذي رحمين تمام ثم يعني النص الأول ذي شيئة معربية نتابع مع وذي رحمين ويستوقف هنا أيضا درس الخبر والإنشاء قبلهم لكن لا أسأل سواء أن نعطي بعض الملاحظات عن استثمار مهارات وتطبيقات التعلم الوجداني مع نمط الدراسة الذي يمكن أن يستفيدن الأبناء الطلاب ولسيما أن كل المشروعات والمبادرات والأنشطة الصفية واللاصفية كلها تصد في خدمة التعليم والتعلم وبناء شخصية المتعلم ليكون مبادرا ليكون ذاتيا ليكون صاحب مبادرة صاحب اتخاذ قرار في الوقت المناسب وما أحوجنا لهكذا نوعيا الأمناء الطلاب الذين يتابعون هذا التحصيل الدراسي ونأمل أن يحققوا ما ينتظرونه وما ينتظره منهم الوطن ككري أهلا بكم أبنائنا الطلبة إن عجلة الحياة لا تتوقف والسعي وراء أحلامنا يجب أن لا يتوقف تعلمنا أن ننفذ غبار التعب وأن نستبدل بالألمي الأمل التعلم الوجداني هو العملية التي يكسب فيها المتعلم المعارف والمهارات اللازمة لفهم وإدراك عواطفه وقدرته على تحقيق أحلامه والسعي وراء هذه الأحلام وإدارة عواطفه وإظهار الاهتمام بالآخرين والتعاطف معهم وإنشاء علاقات إيجابية مع الآخرين التعلم الوجداني يعتمد على أن يصبح الطالب لديه أو يصبح المتعلم لديه وعيا ذاتيا أن يعرف كيف ينظم وقته أن يعرف كيف يتخذ القرار الصحيح أن يعرف كيف يحل المشكلات التي تعترض طريقه مباشرة دون أن يقف أو تقف هذه المشكلات عائقا في طريقه فيجب أن يمتلك وعيا ذاتيا لما يريد يحدد أهدافه ويسعى للوصول إلى هذه الأهداف أن يحفز نفسه على العمل على المثابرة على السعي الدائم أن يجد الحلول البديلة الطالب في فترة ما أو نتيجة وضع ما أو نتيجة الظرف ما تغيب عن حصة فهو يسعى للوصول إلى المعلومة المعلومة موجودة والطرق للوصول إليها كثيرة لكن عليه أن يعرف أن يكون واعيا من أي مورد ينهل ومن أي نبع يستقي المعلومة حتى تكون المعلومة صحيحة دون أن يقع الطالب في خطأ ثم يحول هذه المعلومة إلى تطبيق عملي وأيضا من التعلم الوجداني يعطي الطالب وعيا عاطفيا يعرف الطالب المتعلم كيف يتعاطف مع الآخرين بطريقة إيجابية كيف يسلب منهم الحزن كيف يعطيهم الفرح بريق الأمل في حياتهم كيف يخلصهم من الحقد الدفين من الضغينة الموجودة في قلوبهم لتظهر أزهار المحبة في قلوبهم ليفيد قلبهم بالحب وهذا ما سنراه الآن مع قصيدة معين بن أوس وهذا ما نراه في قصيدة معين بن أوس هذا الشاعر المخضرم الذي أطفأ وأخمد نارا الحقد من قلبي قريبه بالذكاء العاطفي الذي ابتلكه لجأ إلى الصبر لجأ إلى رد الإساءة بالإحسان لجأ إلى طرقين شدة حاول أن يكبح غضبه واستعادة المحبة وأعادة المحبة لتظهر في قلبي قريبه كما أنه يجب على الطالب المتعلم أن يكون لديه وعيا اجتماعيا وهو إقامة علاقة صحية كيف تكون العلاقة صحية إذا كانت مشجعة للمتعلم محفزة له للمضي قدما تعتمد على التعاون لإيجاد حلول وعلى التشارك لحل المشكلات بطريقة مرنة المتعلم حصل على المعلومة حصل على مهارة ما فهو يجب عليه أن يطبق هذه المهارة بالتعاون مع زملائه بالتعامل مع أقرانه إذا يشكل فريق عمل مع أقرانه ويسعون إلى البحث والاستقصاء تطبيق هذه المعلومات وتحويلها إلى مهارات حياتية التعلم الوجداني يرتكز على أربعة ركاز منها تعلم لتعرف تعلم لتعرف إذا أنا حصلت على المعلومة الآن دوري أحول هذه المعلومة إلى معرفة تطبيقية إلى مهارة أطبيقها في حياتي اليومية إذا أيضا لدينا تعلم لتكون تعلم لتبني نفسك تعلم لتعزز الثقة بنفسك إذا الإنسان العربي في كل العصور وفي كل المراحل تعرض لضغوطات تعرض لمصائب ولكن في كل مرة كان يتعلم كيف يخرج من هذه المصيبة أقوى تعلم كيف يتعلم من مصيبته ليبني نفسه ليعزز الثقة بنفسه إذا نحن اعتدنا على المصائب واعتدنا على أن نخرج في كل مرة أقوى مما كنا عليه أيضا لدينا تعلم لتعيش تعلم لتعيش مع الآخرين لتتواصل مع الآخرين لتؤثر وتتأثر بطريقة إيجابية لتكون عنصر فعال في هذا الوطن وأيضا لدينا تعلم لتعمل كيف أتعلم لأعمل العمل يجب أو التعلم يجب أن يتحول إلى عمل أنا تعلم الصبر تعلمت في دروس الصبر يجب أن أعمل بهذا الصبر يجب أن أطبق هذا على مجتمعي لأن العلم يهدف إلى خدمة المجتمع إذن التعلم الوجداني يعزز مهارات التعلم لدى الطالب يعزز قدرة الطالب يطور مهاراته وبالتالي يبني الطالب نفسه وعندما يبني نفسه يبني الوطن تمام، في الحقيقة هذا الذي درجوه دائما من خلال هذه اللقاءات أن نضيف هذه الإضاءات البسيطة على هذا المنهج الذي من شأنه يكون تطبيقيا في حياة الطالب يعني في اللغة العربية أو في غير اللغة العربية إن كالديك تعقيب أو تتابعوا أشرت في الخبر وإنشاء الخبر والإنشاء هو علم البلاغة وعلم البلاغة ماذا يعني علم البلاغة؟ علم البلاغة هو مجموعة من القواعد والضوابط التي أستطيع أن أعتمد عليها لكي أتذوق نصي بطريقة أدبية جميلة لكي أنا أتعمق في الفهم للمعاني الموجودة ضمن هذا النص اليوم سوف نتناول الخبر والإنشاء الخبر والإنشاء وكنا قد سابقا تحدثنا عن التشبيه وتحدثنا عن الاستعارة وانطلاقا مما قالته زميلتي سأتعاون الآن أنا مع طلاب الطلاب الذين يتابعونني من وراء الشاشة أو عن طريق التواصل الاجتماعي الفيسبوك سأطرح مجموعة من الأمثلة وأتمنى أن يستمعون إلي ويحاولون الإجابة عندما أسأل وسيأخذون الإجابة الصحيحة لنتوصل معا لنعرف ماذا يعني الخبر والإنشاء فهنا انطلاقا مما قالته أنا أسعى لأن أتعلم الخبر والإنشاء بداية أبناء الجمل في اللغة العربية تقسم إلى نوعين خبرية وإنشائية ماذا يعني خبرية وإنشائية تعالوا معي لنقرأ هذه الأمثلة ونتعامل معها أقرأ ما يأتي وأحاول تنفيذ النشاط كليف قال أحد الشعراء كليف بغزال ذي هيف خوف الواشينة يشرده في هذا البيت هنا شاعرنا يعبر عن محبته وتعلقه بمحبوبته الجميلة إذن هو أعطانا خبرا أعطانا معلومة بأنه يحب فتاة جميلة تعلق بها ولكن للأسف يصعب اللقاء من خلال قوله خوف الواشينة يشرده بمعنى بأن هذا الغزال الجميل أو هذه الفتاة الجميلة تخاف منها اللائمين فلا تلتقي به هو قدم لنا هذه المعلومة ووصف لنا حالة العلاقة بينهما أنا هنا أستطيع أن أتساءل أحقا كان هذا الشاعر محبا لهذه الفتاة أنا أستطيع أن أسأل أن أطرح هذا السؤال وأستطيع أن أصدق أو أن أكذب فأستطيع أن أحكم على هذا الكلام إما بالصدق أو بالكذب هو لا يستطيع أن يلتقي بها لأنها تخاف قول اللائمين أيضا عزيزي الطالب اسأل نفسك أحقا هي كانت لتلتقيه لأنها كانت تخاف إذن شاعرنا أصدق أم كذب فأنا أستطيع هنا أن أطرح هذا السؤال وعندما أستطيع طرح هذا السؤال على جملة من جمل اللغة العربية إذن أنا هنا بمقام الخبر بمعنى أن هذه الجملة خبرية هي حملت إلي معلومة حملت إلي فكرة ولكن أنا أستطيع أن أحكم عليها بالصدق أو بالكذب يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده الشاعر هنا يناجي الليل ويتحدث مع الليل ويقول له الصب العاشق الإنسان العاشق متى سيكون غده بمعنى متى يوم اللقاء مع الأحبة هل سينتظر إلى يوم القيامة ليلتقي مع أحبابه إذن هنا يتعذر اللقاء في الحياة وينتظر ساعة هذه اللقاء هنا الشاعر عندما نادى الليل عندما قال يا ليل استعمل اسلوب النداء وفي النداء استدعاء والاستدعاء هو طلب فأنا هنا لا أستطيع أن أطرح هذا السؤال أصدق أم كذب هنا لا مقام له لا وجود لهذا السؤال عندما أقول يا ليل ولا حتى سيجاب عن ندائه أم لا تمام هو لا يجاب على ندائه يعني لا أعلم مسبقا هل سيجاب عن ندائه أم لا تمام يعني معنى هذا الكلام آل ساكاتيا أن السلوب الإنشاء الطلبي هو سلوب نتوجه به إلى المستقبل إلى المستقبل هذا الفاصل بينه وبين الخبر الذي يمنع أن نحكم سلفا بصدقه أو كذبه نعم وفي الشطر الثاني أيضا دكتور أقيام الساعة موعده فهو يتساءل وأنا عندما أسأل فأنا أطلب الإجابة أطلب معلومة أنا لا أعرفها فأنا هنا أيضا في مجال السؤال هناك طلب والطلب هو الإجابة مستقبلية ستأتيني الإجابة فلذلك عندما نادى الليل وعندما تساءل عن موعد اللقاء فهنا الشاعر هنا لا يقدم لنا معلومة وإنما فيها طلب تحمل الطلب وكل جملة في اللغة العربية تحمل الطلب هي إنشائية إذن في البيت الأول كان لدينا الشاعر قدم معلومة أنا أستطيع أن أتساءل عن مدى الصدق والكذب فيها بينما في البيت الثاني عندما نادى أو عندما استفهم فهو يريد المعلومة أو يطلب شيئا من الليل أو سيطلب الاستفهام عن موعد اللقاء فهنا نقول إنشائي إذن الخبر هو نوع من الجمل التي تقدم لنا معلومة ولكن أستطيع الحكم على مدى صدقها أو كذبها أما الإنشائي فهو من نوع الطلبي والآن سنتعرف على أنواع هذا الطلب مر معنا النوع الطلبي النداء والنوع الثاني الاستفهام وسنتابع بباقي الأمثلة ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب الشاعر هنا يتمنى عودة المرحلة العمرية الجميلة الشباب التي كان يعيش فيها أطيب الأيام ويريد أن يخبره بما فعل به تقدم هذا العمر فالشاعر هنا عندما يتمنى أنا عندما أتمنى أنا أطلب إذن أنا أطلب أن يعود أمر معين ألا ليت الشباب يعود يوما فأيضا ضمن التمني هو فيه نوع من الطلب أنا أطلب أمرا معينا فأخبره بما فعل المشيب يريد أن يقدم إليه معلومة ويحكي له القصص التي فعل بها تقدم العمر لكن عندما يريد أن يخبره أنا أستطيع أن أسأل نفسي هل أحقا سيخبره أحقا سيقول هذا الكلام أصدق أم كذب هذا الشاعر لذلك هنا ألا ليت الشباب في هذا التمني هو نوع من أنواع الطلب لذلك جملي هنا إنشائية عندما يقول الشاعر وقف لتنظر ما بي لا تكن عجلا واحذر لنفسك من أنفاسي نيراني هنا الشاعر يتشارك مع الطائر لأنه كان متألما لغياب محبوبته ويطلب إليه أن يتوقف ويستمع ما به ويرى ما به ويرى كيف أن أنفاسه باتت محرقة بسبب الوجد والألم وبعد المحبوبة عنه إذن الشاعر طلب من الطائر طلبا وعندما طلب إليه طلب عن طريق الأمر قال له قف فطلب إليه الوقوف هنا عزيزي الطالب أنا لا أستطيع أن أسأل لا أستطيع أن أسأل أصدق أم كذب وإنما طلب إليه أن يتوقف ماذا سيحدث في المستقبل أنا لا أعلم فهو طلب وقال له لا تكن عجلا أيضا طلب إليه أو نهاه منعه عن التعجل وهنا باستخدام لا ناهية مع الفعل المضارع فنلاحظ بأن الجمل قف لتنظر لا تكن عجلا فيها طلب فالجملة الأولى الأمر والجملة الثانية النهي واحذر لنفسك من أنفاس نيراني أيضا هو يحذره فيطلب إليه الحيطة والحذر أستطيع أن أسأل أصدق أم كذب هنا لا أستطيع أن أسأل وإنما يطلب إليه أن يتوقف لذلك نحن هنا أمام جمل إنشائية فهي وردت بيا ليل في النداء ووردت في متى غده وأقيام الساعة موعده وهي استفهامية ألا ليت الشباب يعود يوما هي نداء هي عفوا تمني قف هي أمر لا تكون عجلا هي أنهي واحذر أيضا هي أمر إذن هنا الإنشاء يتنوع بين عدة أمور ونسميه إنشاء طلبيا لماذا؟ لأنه حمل في طياته معنى الطلب تماما يعني هنا إذا أردنا أن نشير إلى الإنشاء غير الطلبي وهو من خارج مصفوفة الأبناء الطلاب ولكن من باب يعني وبدضها تتميز الأشياء من جهة ومن جهة أخرى كي يعلم الأبناء الطلاب ليس كل ما هو ليس إنشاء طلبي هو خبر صحيح يعني هناك أشياء أخرى لكي لا تختلط الأمور تماما يعني نحن في هذا الإطار إذن تحدثنا عن الخبر والإنشاء كمهارة هو أحد أركان علم البلاغة صحيح أن الكلام يقصن من حيث المعنى إلى خبر والإنشاء والإنشاء يعني بحسب مقتضى الحال الكلام يقصن إلى خبر والإنشاء هنا إذن المسألة مسألة معنوية كلا يختلط الأمر على الملاء الطلاب وينسح بذلك على الإعراب يظن أن ذلك في الإعراب الخبر الإعراب عندما نقول إعرابا هذا أمر يختلف عن البلاغ يختلف عن الصرف صحيح يعني مثلا عندما نقول جاء الطالب رأيت الطالبة استمعت للطالبي مرة فاعل بفعول به اسم مجرور صحيح في الحالات الثلاثة هو اسم فاعل من الناحي الصرفية هو اسم فاعل صحيح فهنا إذن عندما نقول لأبناء الطلاب مثلا عاد أبي أقول هذا خبر يعني لا يتطرب يقول أنا ضعيف في الإعراب ولكن ليس إلى هذا الحد عاد فاعل وأبي فاعل إذن المسألة المعنى والإخبار وليس الإعراب فللطالب أن يفصل بين حدود المادة البلاغ على حدة والصرف على حدة والنحو على حدة كما ذكرنا عفوا دكتور بأن البلاغة مجموعة ضوابط وقواعد تساعدني على الفهم العميق للمعنى لا العلاقة لها في الإعراب والخبر قلنا يحمل معلومة يقدم إلي معلومة أستطيع أن أحكم عليها عندما أقول مثلا ذهب الطالب إلى المدرسة أنا قدمت إليك معلومة هذا خبر هذا خبر ولكن لا أعرفها بأنها هي خبر ومن صياغ الخبر عفوا الإنشاء غير الطلبي أسلوب المدح والذن وأسلوب التعجب وممكن أيضا القسم وهي مرت مع طالب أنه ستمر دروس القواعد لكي لا يختلط عليه هي طلبية ولكن غير إنشائية فعندما أقول أنا ما أجمل الربيع أنا هنا لا أطلب وإنما هي غير طلبية وفي هذا أسلوب التعجب إنشائية غير طلبية نعم إنشائية غير طلبية هي إنشائية غير طلبية أنا لا أطلب فيها شيء يعني في الحقيقة هذا الأمر يحيرنا إلى قضايا أعرابية أو نحوية لكن في سياقات أخرى مختلفة وهنا يأتي دور التطبيق أننا لا نتقيد بالمعلومة كما هي أو بالمثال كما هو ما هو خبر في الكتاب قد يطلب تحويله إلى إنشاء ما هو إنشاء يطلب إلى خبر وهذا أيضا لأبنائنا سؤال يردنا تمام لأبنائنا طلاب الثالث ثانوية الذين يدرسون أنواع الخبر التبديل من خبر إلى خبر من نوع إلى نوع هنا نريد أن نذكر مناء الطلاب أن هذا الأمر يعني يصب أيضا في جانب المهاري وإذا تسائل أبناء الطلاب أيضا من جهة أخرى لماذا نقول يعني نستطيع لا نستطيع أن نحكم بصدق أو كذبه لأن الأمر عرض لأسباب عديدة يعني التواهم المسيان القصدية الإضطرار أي كان هذا الأمر ما دام حدث في الموضوع أو يحدث الآن قد يكون هناك يعني قد أسمع جلبة جلبة أصوات في الخارج فأقول يحدث كذا ربما يحدث شيء آخر من باب التواهم من باب عدم التركيز من باب النسيان من باب القصدية الإحتمالات عديدة التي تجعلني أستطيع أن أقول أما أني يكون إنشاء غير طلبي فأنا لا أستطيع يعني أن أحكم سلفا عن أمر مستقبلي يتوجه به إلى المستقبل النص الثاني نحن درسنا ومن يعني المصادة فأنا الآن سولاء كانت معي في لقاء سابق تحدثنا فيه عن شيئة عربية النص الثاني وذي رحم ونحن يعني في أسبوع اللغة العربية وكل ما من حولنا يعني أدل الشعارة تقول وراءنا في الشاشة رغت غوية وقد تخذناها أيضا شعارا لنا لجهازي المحمول فليس هناك أكبر من ارتباط الإنسان بلغته يعني الرحم الأول والحقيق الذي خرج منه كل إبداعنا العربي هو اللغة العربية الخاصة والحيوية المتجددة المعطاء فهنا نقف مع نص وذي رحم ليكون حديث عن علاقة الشاعر بقريبه والأرحام هم الأقرباء الذين تربطنا بهم علاقات النسب والقرابة تفضلي لدينا الآن نص وذي رحم وهو للشاعر المخضرم معن بن أوس المسني وهو شاعر مخضرم لأنه عاش في عصرين عاش في العصر الجاهلي ثم أدرك الإسلام فهو من الشعاراء المخضرمين والنص الشاعر معن بن أوس وذي رحم من عنوان النص ينطوي على مبادئ سامية ينطوي على حكمة يتضمنها النص ومن خلال ترفعه عن ذكر اسم هذا القريب فهو عنوان قصيدته بوذي رحم لأنه يترفع عن تكريس هذه العداوة وإنما يريد أن يجعل هذه العداوة يريد أن يحولها إلى محبة وفرح والشاعر قلنا معن بن أوس هو من المخضرمي الجاهلية والإسلام كان يفتخر بخصاله الحميدة يفتخر بسعيه وراء الصلح يفتخر بنفسه عندما أزال الغضب من قلب قريبه ويعطينا حكمة كيف نحن نتعامل مع الأقرباء كيف نتعامل مع الإنسان إذا أضمر لنا الشر والحقد فهنا نجد هذه الإنسانية الواضحة في نصه نجد هذه العلاقة الاجتماعية التي تربطه مع قريبه أيضا نجد مجموعة من القيم الواضحة تقدير الصبر تقدير التسامح رفض الإساءة مقابلة الإساءة بالإحسان أيضا رفض العداوة والآن سنبدأ بالوقوف على معاني النص فيقول في المقطع الأول وذي رحم قلمت أضفار ضغنه بحلم عنه وهو ليس له حلم وذي رحم أي ورب قريب قلمت أي خففت حاولت التخلص أضفار ضغنه أي نار عداوته نار حقده إذن هناك قريب أنا سعيت إلى التخفيف من نار حقده بماذا؟ ما هي الطريقة التي توسلها الشاعر ليخفف نار الحقد توسل بالصبر إذن بحلم عنه بصبري ولكن القريب كان لا يعرف الصبر لا يعرف الصبر لا يعرف الحلم أبدا ولكن هذا لا يقف عائقا أمام معن بن أوس وإنما لجأ إلى تخفيف نار الحقد كانت هنا الصعوبة بأنه لا يملك الحلم لا يمتلك الصبر يقول في البيت الثاني عندي أن يحلى به الرغم هذا القريب يسعى إلى إذلالي يسعى إلى إهانتي يسعى إلى إلحاق الأذبي ولا يريد غير ذلك أما أنا فكنت أخشى عليه من الذل أخشى عليه من الهوان كخشيتي من الموت كنت أعامله بطريقة أنني أخاف أن يصيبه الذل أخاف أن يصيبه الهوان كمن يخاف من الموت إذن نرى هنا كيف معن بن أوس رد الإساء بالإحسان قابل قريبه قابل هذه الإساءة قريبه يسعى لذله ولكن معن بن أوس كان يخشى عليه من الذل والهوان ويقول في البيت الثالث ويشتم عرضي في المغيب جاهدا وليس له عندي هوان ولا شتم يشتم عرضي أن يحاول أن يلحق الإهانة بأهلي في غيابي يسعى بكل جهد أن يلحق الإهانة بأهلي أما أنا فأصونه وأحفظ غيبة ولا أشتم أهله لا في حضرته ولا في غيابه إذن هنا رد الإساءة أيضا بالإحسان هل هذا منظف هل معن بن أوس ضعيف لا يستطيع أن يرد الإساءة بمثلها لا وإنما يحاول أن يستل الحقد يحاول أن يطفئ نار الحقد إذن هو قوي هو قوي لدرجة أنه يكبح مشاعره يكبح الغضب ويحاول أن يستل الحقد من قلبي إذا أبني ليهدي مصالحي وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم هنا قريب الشاعر يسعى دائما ليكون عثرة في وجه مصالح الشاعر في وجه أهداف الشاعر الشاعر يسعى ليبني أواصر القربة أما قريبه يهدم هذه الأواصر فهل يتساويان لا يتساويان إذن نلاحظ أيضا هنا الإساءة التي تعرض لها معن بن أوس هناك من يقف عثرة في وجه أهدافه أما معن بن أوس لا يتعمد أن يكون سببا في إحراجه لا يتعمد أن يكون سببا في هدم هذه المصالح وإنما يسعى لبناء أواصر القربة يسعى لتعزيز هذه الأواصر ويقول أيضا يود لوني معدم ذو خصاصة وأكره جهدي أن يخالطه العدم يود أن يرغب هذا القريب يرغب أن يراني فقيرا ذو حاجة محتاجا ولكنني أسعى بكل جهد أسعى بكل ما أوتيت من قوة حتى لا يصيبه الفقر حتى لا يصيبه العدم دائما أسعى ليكون في أعلى المراتب بينما كان يتمنى للفقر والحاجة نلاحظ هنا الأخلاق التي تحلى بها معن بن أوس هذه الأخلاق الحسنة التي ورثناها عن الأجداد معن بن أوس شاعر من العصر الجاهلي شاعر تمتع بالأخلاق الحسنة الذي يتمتع بها كل فتا عربي فهو دائما كان يرد الإساءة بالأحسان يفتخر بصفاته الحميدة لا يريد أن يكرس العداوة بينه وبين قريبه وإنما يريد أن يعزز الانتماء لهذا القريب يريد أن يستل منه الحقد ويخفف هذا الحقد ويستبدله بالمحبة لتزهر أواصر المحبة في قلبي قريبه بهذا نكون قد انتهينا من المقطع الأول الذي أشار فيه معن بن أوس إلى مقابلة الإساءة بالإحسان إذن نرى هذا الخلق القويم عند معن بن أوس كيف عزز لنا قيمة الصبر كيف عزز لنا رد الإساءة بالإحسان الآن ننتقل إلى المقطع الثاني يقول فما زلت في ليني له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم كيف كان معن بن أوس يعامل هذا القريب بليل برفق بلطف بتعاطف بحنان كأم تحنو على صغيرها كأم تضع هذا الصغير بين أضلاعها وتعطف عليه إذن هو كان دائما يعطف على قريبه يعامله برفق بليل بتعطف مثلما الأم تعامل صغيرها لماذا هل هذا من ضعف لا بل من قوة معن بن أوس كان قوي استطاع أن يستل الحقد من قلب قريبه ويقول في البيت الذي يليه وقولي إذا أخشى عليه مصيبة الأسلم فذاك الخال والعقد والعم إذن إذا تعرض قريبه لمصيبة يخاف عليه يخشى عليه ويدعو الرحمن أن ينجيه من هذه المصيبة ويفديه بأهله وجيرانه إذن هنا كان يخشى على هذا القريب من كل المصائب ويتمنى له السلامة وصبري على أشياء منه تريبني وكذمي على غيظي وقد ينفع الكذم إذن معن بن أوس كان يصبر على تصرفات قريبه المزعجة يصبر على تصرفاته التي تزعجه وتلحق به الأذى ويحبس نفسه عند الغضب يكمح غضبه يكبح هذا الغضب لماذا ربما ينفع ذلك في إزالة الحقد الدفين فيقول لأستلى منه الضغنة حتى استللته وقد كانت حقد يضيق به الجرم لأنزع تبه استخدم الفعل لأستلى لماذا استخدم هذا الفعل لأنه ينزع ويخرج الحقد من مكان بصعوبة إذن هو حاول بكل الوسائل أن يخرج العداوة من قلبه أن يخرج الحقد من قلبه وقد نجح في ذلك ولأن الحقد سيف يقتل كأنه يستل سيف فالحقد سيف يقتل أيضا فهو نجح في ذلك نلاحظ فرحه عندما قال حتى استللته وقد كان ذا حقد يضيق به الجرم كان ذا حقد كبير كان حقده كبير جدا لدرجة أنه لا يستطيع أن يتحمل هذا الحقد فيقول فأطفأت نار الحرب بيني وبينه فأصبح بعد الحرب وهو لنا سلم فأخمدت نار العداوة فقضيت على العداوة تماما بيني وبينه وأزهرت المحبة وأصبح محبا ودودا مسالما بعد أن كان مبغضا عدوا إذن هنا نلاحظ كيف أنه بخلقه الحسن استطاع أن ينزع هذه العداوة فنتوصل إلى فكرة المقطع الخلق الحسن علاج للضغينة وبهذا يكون معن بن أوس أحاط بجوانب رد الإساءة بالإحسان وشرح لنا كيف يستطيع الإنسان أن يتحكم بمشاعره استسلم منهج هذا الشاعر كيف كان ذكيا عاطفيا كيف كبح مشاعر الغضب وحاول بكل الطرق الممكنة أن ينزع هذا الغضب من قلبي قريبه وبذلك نتوصل إلى الفكرة العامة للنص تسامح الأقرباء يطفئو نار العداوة والبغضاء إذن هكذا نكون قد درسنا المستوى الفكري لنص معن بن أوس تمام في الإجراءات التطبيقية أنسا كاتيا يعني الأنسا ولاء مشكولة تنقدمت إضاءة عامة على المعاني وعندما نصل إلى المعنى يعني نحن نقول مثلا دائما تربويا لماذا نؤخر الشرح كي لا يحرق المراحل إذن الشرح هو أو المعنى العام هو يعني جو النص العام هذا الأمر يعني ينسحب على استخراج الفكر الفكرة العامة أو الفكرة الرئيسة أو الفكرة الفرعية الفكرة الفرعية وغيرها هنا التعامل مع هذه المهارة يعني ما الفرق بين إشرح وضح أذكر هات مؤشرات بعد الشاعر كذا كل هذا سوف يستقي من المحتوى الفكري الذي ذكرته الأنسا ولا كيف نتعامل مع المهارة هنا يعني ما الفرق بين وضح وبين إشرح ما الفرق بين وضح وبين أذكر بين وضح وبين هات مؤشرات تمام عندما يسأل الطالب عندما يسأل وضح وضح ويعتمد على الفهم المعرفي للقصيدة ومعانيها فأنا لا أذهب إلى القصيدة وآتي بكلام الشاعر كما هو وإنما أنت يجب أن تعتمد على ذاتك يجب أن يعتمد الطالب على نفسه على فهمه ويوضح ماذا قال هذا الشاعر لكن عندما يريد أن يوضح دكتور لابد أن يعتمد على مؤشرات هناك مؤشرات في البيت تدلني على هذا الأمر فعندما أقول له وضح المنهج الذي اعتمده هذا الشاعر فهو عليه أن يقرأ هذه الأبيات أن يتأنى في قراءتها يفهمها فهما عاما يربط الأفكار فيما بينها وهذا المنهج ولا يعتمد على بيت أو بيتين وأنما أسس له الشاعر في مقطع كامل فهو يقوم بالقراءة المتأنية يشرح بطريقة يستبدل الكلمات يغرس في نفسه القيم التي أو عفوا يتفهم الأفكار العامة لهذا النص وبعدها يصوغ الطالب بطريقته ماذا فهم من هذا النص وطبعا اعتمادا على دليل وعلى مؤشرات فعندما يقول هذا ما قصدته تحديدا أن يأخذ الجزئية أو مؤشر ثم يتوسع في توضيحه يعني لو طلبنا مثلا أن يوضح لنا مثلا يعني كيف تجاوز تجاوز مثلا العداوة نعم كيف تجاوزها تمام لو أتى ليشرح شرحا تفصيليا أو تتبوعيا قد لا يفي بالغرض وإنما عليه أن يوضح جزئية محددة هو يحتاج إلى شرح يعني الفرق بين المؤشرات المؤشر أو الدليل قد يعد التعدادات تمام يعني قابل الإساءة بالإحسان قابل الشتيمة بحفظ عرضه قابل غيبته بحفظ غيبته يسعد صالحه بدلا من الهنمي نعم إذن هذه المؤشرات قد تعد تعداد ولكن عندما أقول وضح هو يحتاج إلى شرح ولكن ليس شرحا تتبوعيا يعني في الشرح التتبوعي أحيانا قد يصادف توضيح يشبه الشرح أو يؤدي الشرح معناه بطريقة أو بأخرى وإنما يقصد الطالب ذلك ولكن هناك توضيحات في ثنايا بيت لا يخدمه الشرح العام للبيت أو الشرح التتبوعي لأن هذا الإضاحة سيضيع في ثنايا هذا الشرح لذلك يكون على الطالب أن يفصل في هذه المهارة ومرد ذلك دائما إلى الفهم فهم الجو العام للنص وفهم هذا النص تفصيليا وإجماليا نتابع بالمستوى الفني نعم تعقبا على كلامك دكتور أنا لا أستطيع أن أغوص في المستوى الفني إذا لم أفهم المستوى الفكري فأنا أفهم المستوى الفكري الفكرة الرئيسة الفكرة العامة الجزئيات بعد أن وضحنا لاحظنا ثنائيات التعامل كيف قابله القريب وكيف قابله الشاعر بالتعامل هنا أنا عندما أريد أن أدرس المستوى الفني الآن وضعت القاعدة الأساسية وهي الفهم العام الآن سأنطلق إلى الغوص لكي أعرف إذا سألت طالبي عن المشاعر كيف سيدلني على الشعور إذا لم يفهم ما هو أمامه عليه أن يفهم أولا وبعدها يجيبني عن هذا الأمر والقراءة المتأنية للمطلوب في السؤال فمثلا هنا ورد في الكتاب يعيش الشاعر حالة فعالية متأججة أذكر الشعورين العاطفيين الذين غلباء على النص هذا يعني بأن النص قد يكون فيه أكثر من شعور وكل المصوص تحوي على أكثر من شعور هي لا تبنى على شعور واحد لكن هناك شعور يتحكم في هذه القصيدة أو عندما كتب هذا الشاعر كان هناك شعور يغالبه ولكن هنا يعني كنا وردنا سؤال تحت الهواء نعم قبل أن نبدأ حول موضوع المشاعر الشعور دائما يعني كلنا متفقين أن الشعور يعبر عن شعور الشاعر الشعر وليس شعوري أنا تمام لذلك يعني نضرب مثال كررناه كثيرا في حديث الشاعر خليل مردنبيك عن يوسف العظمة الشهيد يوسف العظمة غضبت لأمة منها معد فأرضيت العروبة والإله لا يمكن أن يكون هذا الشعور هنا غضب هو يصف غضب يوسف لأمته لقضية وطنه فهو يعجب ويفتخر بهذا الغضب فالشعور إذن يعبر دائما عن الشعور الشاعر لذلك يعني الأبناء الطلاب وإن يعني تمت يعني يعني مساعدتهم في جانب ما من جوانب الاختبار أو الاستدلال على الشعور بتوسع بعض الشيء في المشاعر لكن الحقيقة أن الشعور يجب أن يكون تابعا للشاعر فلا يستوي أن يكون هناك تناقض في المشاعر لا يستوي أن يجتمع الحب والبغض على الإطلاق وإنما قابل الشاعر بغض قريبه بحبه فيجب أن يكون هناك استدلال على موقف الشاعر الشعور ما جاء الشاعر به وليس ما رصده قد يرصد الشعور مشاعر لأشخاص فيكون هذا مكونا لانطباع لدى الشاعر هل ترك انطباع الحب الإعجاب الاستياء الفرح أي كان المهم أن يرتبط الشعور بالشاعر وليس بما جاء الشاعر ليوصفه أو يتحدث عنه نعم نعم فهنا الشعور العاطفي نحن بحاجة إلى أدات وكما ذكر الدكتور هناك مؤشرات إذن أنا عندما أريد أن أعتمد على شعور الحب الشعور الأمل الافتخار فأنا أحتاج إلى مؤشرات ما هي مؤشراتي في لغتي العربية على ماذا أعتمد على كلماتي على جملي على الأساليب التي يستخدمها الشاعر فمثلا في المقطع الأول كما قالت زميلتي بأنه قابل الإساءة بالإحسان حكما هناك شعور من الحب لو لم يحب قريبه لم يستطع أن يقابل هذه الإساءة بالإحسان لكن عندما يساء إليه فهذا الشاعر تركت هذه الإساءة في نفسه الألم والحزن فعندما قال ضغنه الضغن هو قبل بالحقد وهذا الحقد يؤلم نفس الشاعر عندما قال رغمي وحاوي رغمي الرغم هو الإذلال والهوان إذن قريبي يريد أن يذلني فأنا أتألم لهذا الأمر فأنا عندما أختار هذه اللفظة عندما أقول رغمي هي الإذلال والهوان ماذا أشعر تجاهها بالحزن والألم أنا كنت متألم من قابلة القريب للإساءة إلي إذا لجأت إلى التراكيب مثلا التركيب هو الجملة أو ممكن أن تكون الصورة الفنية التي يعتمد عليها الشاعر ليبرز المشاعر عندما قال مثلا يجتم عرضي فهو يقابل بالإساءة بالكلام عنه وعن أهله فمن الطبيعي أن يكون شعوره الحزن أنه حزن مقابل هذه المعاملة من قبل قريبه في المقطع الثاني عندما قالت زميلتنا بأنه أطفأ نار الحقد إذن توصل إلى الأمر الجميل وهو أنه قد انتزع الحقد من قلبي قريبه لكن كيف فعل ذلك الشاعر كيف فعل ذلك بالصبر فعندما قال صبري هنا إذن هو متأمل متفائل بأنه سوف يصل إلى الأمر الجميل وهو انتزاع نار الحقد فأنا اعتمدت على الشعور اعتمد بأن أستخرج الشعور على البنية الفكرية التي فهمتها بطريقة صحيحة ووضحت من خلال وجود المؤشرات والدلائل عليها هنا عندما قال صبري أو السلم مثلا هو الأمل عفوا التفاؤل والأمل بأنه سوف يصل إلى عندما قال مثلا فأطفأت نار الحرب بيني وبينه نستطيع أن نأخذ شعور الفرح وفرح بما توصل إليه من أنه قد أطفأ نار الحرب من قلبي قريبه نسأل أيضا عن القيام وهذا سؤال متكرر ونريد أن ننوه بأن المهارات التي تأتي في أي قصيدة يمكن أن تطبق في قصيدة أخرى فنحن دائما في قصيدة ننوع بالأسئلة فأسأل مرة عن قيم مرة عن موسيقى مرة عن خبر وإنشاء فتتنوع وإذا طبقت القيمة هنا أستطيع أن أطبقها في أي قصيدة أخرى فهذه مهارة يفترض أن أكون قد تملكتها لكن دكتور دائما نسأل عن القيمة يسأل طالبنا وخاصة في صفة التاسع كيف آتي بالقيمة ببساطة عندما أقول قيم إذن أمر هو جيد هو أمر إيجابي أنا سأبحث في الأبيات الشعرية عن تصرفات حسنة قدمها الشاعر لماذا أخبرني بها لأقوم بمثلها لأتمثلها فالقيمة هي الأمر الإيجابي فعندما يكون صادقا إذن يريد أن يدعوني إلى الصدق وعندما يرفض الكذب فهو يريدني أن أبتعد عن الكذب إذن القيمة ممكن أن تكون إما رفض الأمر السلبي نحن إيجابيون في الحالتين نحن إيجابيون في الحالتين قيمة إيجابية ويجد أنه يتحدث عن أمرا فيه شر مثلا إذن هو يرفض هذا الشر صحيح يرفض هذا السلوك يرفض هذا الكذب يرفض هذا العدوان فهو أيضا إيجابي لذلك يعني لا يأخذ أيضا هنا على الناحية المعنوية المعنى الذي يشرح الكلام فيقول أين القيمة الإيجابية في كلام عن العداء عن الحقد عن الكذب عن نحن إيجابيون في كتا الحالتين في تقديرنا للإيجابة وفي رفضنا للسلبي نعم اسمها قيمة والقيمة هو أمر إيجابي جيد لذلك أبحث دائما عن التصرفات الإيجابية التي قدمها الشاعر لأتمثلها وأكون مثلها فمثلا في المقطع الأول عندما حاول قريبه إذلاله وهوانه ماذا فعل الشاعر كان قال وكالموت عندي أن يحل به الرغم يعني هو كان يتمنى الموت ولا أن يراه في حالة من الذل والهوان وهذا تعظيم مكانة الأقارب هو عظم وقدر وقدس مكانة هذا القريب في المقطع الثاني مثلا عندما تعامل معه بكل محبة ولين وتعطف فعندما قال مثلا فما زلت في ليني له وتعطفي إذن رغم كل ما قابلته منه إلا أنني كنت لينا متعطفا ومحبا وكنت كما الأم تحن على ابنها فهنا المعاملة الحسنة للأقارب إذن يدعوك رغم كل ما تتعرضه من إساءات وإنما عليك أن تعامل أقارب معاملة حسنة فنستطيع هنا أن نقول القيمة مثلا في البيت السادس المعاملة الحسنة ننتقل إلى أمر آخر من المهارات وهو الصورة الفنية الصورة الفنية الشاعر يعتمد على الصورة الفنية ليؤدي المعنى بطريقة أعمق بطريقة أجمل لتصل إلى أذهاننا يعطينا القدرة على الفهم الأعمق للمعنى ومن الصورة الفنية ممكن أن تكون التشبيه وممكن أن تكون مناء الاستعارة طالبنا لا يفهم من كلمة الصورة الفنية فقط هي الاستعارة وأنما التشبيه هو صورة فنية فمثلا في البيت الأول وذي رحم قلمت أظفار ضغنه إذا أردنا أن نحلل هذه الصورة نعتمد أولا على الشرح وعلى الفهم ودائما ننوه إلى طالبنا بأننا نعتمد على الفهم الصحيح لنصل إلى الإجابة الصحيحة ماذا أراد أن يقول لنا يقول بأن هذا القريب الذي امتلكه الحقد تحول إلى كائن وقد نشبت أظفاره أو طولت وهذه الأظافر عندما تطول فهي ستؤلم لذلك هو قلمها هذبها أو قص منها هذا الجزء الذي يؤلم فهنا شبه الضغن بالكائن الذي يمتلك الأظافر لكنه حذف المشبه به الكائن وحافظ على شيء يدلني عليه وهو الأظفار فهي استعارة مكنية لأنه ذكر المشبه الضغن وحذف الضغن وحذف المشبه به وهو الكائن الحي أو البشري وترك شيء من لوازمه وهي الأظفار ونقبل من الطالب إذا أجاب بطريقة سياقية يعني من ضمن الشرح إذا قال شبه الضغن بالكائن وحذف المشبه به وترك شيئا من لوازمه أو إن حددها قال المشبه هي الضغن والمشبه به محذوف وما دل عليه هي الأظفار ويحدد نوعها وهي الاستعارة المكنية وعادة دكتور يأتي هذا السؤال كفراغات ولكن ممكن أن يأتي بأي طريقة أخرى فنتدرب على هذه المهارة أمام أي صورة تأتي في الأبيات الشعرية يعني هم المعلومة المعلومة نعم المعلومة أن تأتي بأي طريقة أي أن كان في أي ثوب ورد السؤال المعلومة المعلومة المهمة أن تتغير نعم كما أوردت زميلتي في البداية من التعليم الوجداني نحن نتعلم ذاتيا نتشارك بهذه المعلومة فأنا ممكن تعلمت اليوم أمر استطعت أن أعرف القيمة استطيع أن أشارك بها رفاقي وأنتقل لمستوى أعلى وهو الإبداع أو التذوق بطريقة أن أطلق حكما نقديا على فكرة فورد هنا مثلا سؤال أي التعبيرين أدق أو أكثر دقة عندما أريد أن أطلق حكما لابد أن أعتمد على دليل أن أوضح لماذا أنا اخترت هنا دقيق أو هنا أكثر دقة التعبيرين هما لأستلى منه أدقنا أو أستخرج منه الضغن نلاحظ هنا الفارق باستخدام الفعل وهذا جمع لغتنا العربية الجميلة التي الفعل يستطيع أن يحمل معنى آتي بفعل آخر ويحمل معنى أقوى وأكثر دقة وعمقا فلغتنا العربية تستطيع لأن تعبر عن أمر واحد أن تستخدم العديد من الأفعال ولكل فعل في مقامه له معنى مختلف أستل وأستخرج الفارق بينهما الاستخراج ممكن أن يكون يترك جزءا مما أريد أن أستخرجه هل كان الشاعر يريد أن يستخرج القليل من الحقد ويترك الباقي لا هو كان يريد أن ينتزع الحقد كاملا لذلك استخدم استلة لأن استلة كما ذكرت دكتور هو السيف الذي دخل في جسده فاستله أي أخرجه كاملا دون أن يترك بقية وهذا الاستخراج يحتاج إلى الصبر والثبات والعزيمة وهذا ما فعله شاعرنا بأنه ثبت على موقفه ليستخرج كامل الحقد لذلك أختار أستل لماذا أختار أستل لأنه فيه المعنى الأضق الاستخراج دفعة واحدة لا يريد أن يترك شيئا من الحقد لكن لو استخدم استخرجه كنت أتوها ممكن أنه قد ترك القليل من الحقد وهذا لم يريد به الشاعر أبدا يعني والصورة أيضا قد يكون استخراجه حقيقيا لكن الاستلال هو أكيد شيء يعني فني فني نعم اعتمد على الصورة هنا كما ذكرت السيف نعم ممكن دكتور أيضا نحن هنا في هذه القصيدة لم نسأل مثلا عن مصادر الموسيقى لكن أنا أستطيع تعلمت مهارة استخراج المصادر الموسيقية فأنا أستطيع في المنزل الطالب يستطيع أن يفتح الكتاب وأن يطبق وأن يستخرج المصادر الموسيقى نذكر كيف آتي بمصادر الموسيقى الداخلية للبيت المحسنات اللفظية إن كان التصريع وهو حصرا يأتي في البيت الأول نهاية الشطر الأول مع نهاية الشطر الثاني التوافق بين الكلمتين والجناس أو تكرار الأحرف أو تكرار الكلمات أو استخدام الحروف الهامسة وأريد أن أن أنوع أن الطلاب أن لا يخلطوا بعض الطلاب تقول تكرار الحروف الهامسة لا اسم المصدر هو استخدام الحروف الهامسة لأنني هنا أنا أنوع بالحروف الهامسة التي ترد في جملة سكتة فحثه شخص أختار ثلاثة حروف مختلفة بينما تكرار الحروف فأختار حرفا محددا كرر لثلاث مرات في البيت ذاته فأستطيع هنا أن أطبق وأنوه بأن المحسنات المحسنات المعنوية هي ليست من المصادر الموسيقى الداخلية المحسنات المعنوية هي تؤثر على المعنى بينما المحسنات اللفظية يستخدمها الشاعر ليعطي جرسا وإقاعا موسيقيا في القصيدة تمام يعني تكرار حرف واحد من الحروف الهامسة يدخل في إطار تكرار الحروف وليس استعمال الحروف وهذا الخطأ يقع بطالبنا لذلك ننتبه إلى تسمية المصدر بطريقة دقيقة تكرار الأحرف وهناك استخدام الحروف الهامسة هناك أنا أستخدم الحروف الهامسة إذن تكرار الكلمات أدنها كلمتين تمام والحروف ثلاثة أحرف وما فوق تمام مع مثالها الصحيح كل الحرف مثلا اخترت حرف الرأ فأختار ثلاثة كلمات ثلاثة كلمات تحوي على حرف الرأ حروف هامسة أضع مثلا السين الكاف الصاد وأضع كلمات تحوي على حرف السين كلمات تحوي على حرف الكاف وكلمة تحوي على حرف الإصاد مثلا أو الحرف الذي اخترته يعني إذا تجاوزنا الجانب الفكري وهو بسيط ويمكن للطالب أن يقرأ قراءات متعددة مع الشروحات الألفاظ مع الأسئلة حتى الأسئلة هي توصل إلى الشرح إذا تجاوزنا ذلك نجل أنه ليس هناك من أمر يعني عسير أو جديد لنقل فإنما هو متكرر من نص إلى آخر يعني النص الذي حضرناه في الوحدات السابقة أو سنحضر في الوحدات لاحقة هو يعزز هذه المرات مع بعض الاختلافات يعني لا شك أنه في كل واحدة هناك إضافة جديدة إضافة في القواعد إضافة في البلاغة إضافة في الصرف لكن إضافات بسيطة يتم وتعزيز ما سبق التدرب عليه وتعلمه من قبل بالانتقال إلى الجانب التطبيقية التطبيقات اللغوية طبعا دائما مهارة التطبيقات اللغوية موجودة عن الطالب هو حصل على هذه المعلومات والآن بعد أن قرأ النص بعد أن فهم النص عليه أن يطبق هذه المهارة والآن حتى بإمكانه تشكيل فريق عمل مع أقرانه وتطبيق هذه المعلومات إذن الآن سننتقل إلى التطبيقات اللغوية تمام يعني في حدود أربع دقائق تقريبا تمام إذن أول سؤال لدينا أحول الأعداد الموضوعة بين قوسين إلى كلمات مضبوطة بالشكل هنا ننوه إلى مهارة تحويل الأعداد إلى كلمات ننتبه إلى حكم العدد مع المعدود ننتبه إلى أن هناك أعداد توافق وأعداد تخالف العدد واحد واثنان يوافق المعدود في التذكير والتأنيث والأعداد من ثلاث إلى عشرة تخالف أما العدد عشرة فإذا كان مركبا فهو يوافق معدوده وإذا كان مفردا يخالف المعدود أما الفاظ العقود فهي لا يتغير لفظها وإنما هي ملحقة بجمع المذكر فهناك فرق بين أن أقول عشرون أو عشرين حسب الحالة الأعرابية هنا لدينا قرأت ثلاث قصائد من تراثنا الجميل قصائد مفردها قصيدة وهي من المؤنث والعدد الثلاث يجب أن يخالف فيجب أن يكتب بصيغة المذكر ثلاث قصائد ننتبه إلى الضبط قرأت ثلاث إذن هي مفعول به وبالتالي وبالتالي ثلاث قصائد هي ثلاث مذكر وقصائد مؤنث وحفظت عشرين بيتا منها وهنا لدينا عشرين مفعول به يدون هناك خلل في الصورة تمام والآن أعرب مع تحته خط يود لوني معدم ذو خصاصة ننتبه إلى كلمة معدم وهنا معدم جاءت خبر إن مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره ذو خصاصة طلب مني أن أعرب كلمة خصاصة وهي سبيقت بذو وذو من الأسماء الخمسة يجب أن يأتي بعدها مضاف إليه فهنا خصاصة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة وأكره جهدي أن يخالطه أن يخالطه إذن يخالطه هو فعل وسبق بحرف ناصب فهو فعل مضارع منصوب علامة نصبه للفتحة الظاهرة على آخره ولها ضمير متصل مبني في محال نصب مفعول به السؤال الأخير وهو تعزيز لمهارة الفعل الصحيح والمعتل إذن هنا أصنف الأفعال وفق الجدول الفعل الصحيح نذكر هو الذي خلت أصوله من حروف العلة ألف واو يا أما الفعل المحتل هو الذي يحتوي ضمن أصوله حرف علة فهنا لدينا الفعل يحل الفعل يحل هو إذا عاد إلى أصله حلا بتضعيف اللام فهو صحيح مضاعف والفعل تحن جذره حنوى وهو معتل ناقص الفعل أطفأته جذره طفأة وهو صحيح مهموز والفعل يضيقه جذره ضاقة وهو معتل أجوب إذن هنا نذكر الطلاب بقاعدة الصحيح والمعتل في النهاية الهمزات وكيف كتبت في كلمة استللته همزة أولية همزة وصل ماضي الفعل الخماسي وفي كلمة شأنه همزة متوسطة هنا نذكر أن في الهمزة المتوسطة لابد من مقارنة بين حركة الهمزة وحركة ما قبلها إذن وتكتب على أقوى الحركات كتبات على ألف لأن حركتها السكون وما قبلها الفتحة والفتحة أقوى من السكون ويناسبها الألف وبالتالي يكون الطالب قد استعاد هذه المهارات ورمم الثغرات الموجودة لديه تمام أخيرا التعبير بما يسمح به الوقت نعم التعبير الكتابي هو عن وصف يوم من أيام العيد وصلات الرحيم فقط نريد أن نذكر الطالب بأن ما يطلب إليه أكتب موضوعا هذه أجزاء العرض فلا يقع بالخطأ بأنه يبدأ منها مباشرة مثلا هون أكتب موضوعا أصف فيه يوما من أيام العيد هذا جزء من العرض سيصف هذا اليوم لكنه بحاجة إلى مقدمة وبحاجة إلى خاتمة مناسبة نرجو من أبنائنا الطلاب أن تبدأ بمقدمة عامة تكون مناسبة لهذا الموضوع ثم يعرض فيه وصفا ليوم العيد قد يصف المنزل الحلوى التحضير الثياب الجديدة المشاركة مع الآخرين ينتقل إلى فكرة ثانية الوصف للأطفال الألعاب الصلاة وإقامة الصلوات والزيارات ثم دور الأعياد في تمتين سلة الرحم بين الناس هذه الاجتماعات تعيد إلى القلوب المشاعر الجميلة وتمتن صلاة التواصل ماذا تفيدني في الفرد والمجتمع الفرد ينطلق إلى مجتمعه من أسرته الصغيرة فإذا حمل الحب معه سينطلق به إذا هذا المجتمع ويستطيع أن يكون الأسرة الكبيرة الجميلة تمام في الحقيقة يعني انتهى وقتنا تماما كل الشكر لكم الشكر لك آنسة كاتي عبد النور المدرسة في تربية طرطوس والشكر للآن سولاء النعسان المدرسة في تربية ريف دمشق الشكر لكوادر الفضائية التربوية العاملة على الدوام ولكم الشكر مني أنا على طيب المتابعة سواء المباشرة أو على صفحة التربوية لكم مني تحية أنا مصطفى الحسون ودعكم على أمل لقائكم لكم من جديد دمتم بخير وحفظ الله وعايته شكرا لكم اشتركوا في القناة